صدق القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول عبد المجيد سقرة على مد فترة تسجيل على موقع تنصيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية وكليات العسكرية اعتبارا من الثاني عشر من سبتمبر وحتى العشرين من سبتمبر الجاري لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة عام 2024 بعد ظهور النتيجة وطلبة الثانوية العامة عام 2023 كذلك مد فترة تسحب الملفات لطلبة الثانوية العامة لعام 2023 وعام 2024 حتى يوم الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع تنصيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية وكليات العسكرية على الانترنت